تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 19.2000 ارتفاع معدل النمو إلى 3.3% خلال الفصل الأول من 20.2000 مقابل 2.5% فقط خلال الفصل نفسه من 19.2000 وترتقب المندوبية أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3.1% حسب التغيير السنوي كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعد في ظل ظرفية تتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك وأضافت المندوبية أنه من المتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 20.2000 في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق بدوره عبر البنك الدولي عن تفاؤله بخصوص أداء الاقتصاد الوطني حيث توقع أن يحقق المغرب لمعدل نمو في حدود 3.5% خلال 20.2000 أي بارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع توقعاته بخصوص السنة المنصرمة البنك الدولي ذكر في تقرير الأفاق الاقتصادية العالمية لـ 20.2000 أن معدل النمو في المغرب من المرتقب أن يصل إلى 3.6% في 21.2000 و3.8% في سنة 22.2000 من جهة أخرى يتوقع بنك المغرب تحسن نسبة النمو بـ 3.8% خلال الأشهر الأولى من 20.2000 مع استقرار وطيرة العنشطة غير الفلاحية موضحا أنه من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5.1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 19.2000 إلى 3.6% خلال 20.2000 مشددا على أن عجز الميزانية يتوقع أن يتراجع إلى 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 20.2000 مقارنة بـ 4.00% خلال 19.2000 على صعيد متصل توقع البنك الإفريقي للتنمية أن ترتفع نسبة النمو بالمغرب خلال 20.2000 لتصل إلى 4.00% مقارنة مع نسبة 2.9% خلال 19.2000 وشدد البنك الإفريقي للتنمية على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لخلق فرص حقيقية لتعزيز القطاع الخاص لافتا إلى أن الانفتاح على إفريقيا من شأنه أن يوفر فرصا شديدة للمقاولات المغربية أرقام تحمل ما تحمل من مؤشرات إيجابية تبعث على التفاؤل لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل لهذا التفاؤل من محددات بخصوص أداء الاقتصاد الوطني؟ ترجمة نانسي قنقر